موسيقى السلام عليكم مهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من آخر طبعة سقوط القصير في يد الجيش السوري هل يغير من معادلة الأزمة في سوريا ورفض الائتلاف السوري المعارض أي مبادرة سياسية هل يغلق باب الجنيف 2 كما ذكرت صحيفة النهارة اللبنانية وهل رمت واشنطن فعلا حبل نجاة الأسد كما قالت صحيفة القبس الكويتية هذا فيما يتعلق بسوريا أما في تركيا فالأوضاع تتداعى أجلان يبارك الاحتجاجات في تقسيم هذا ما قالته صحيفة الشرق الأوسط وقرع للطناجر في الولايات المتحدة لدعم المطالب التركية بحسب صحيفة الحياة والسؤال ماذا يريد أجلان وماذا في جوهر المطالبات التركية الأردن في عيد جلوس ملكه نتساءل هل الهزات السياسية الخارجية تهدد استقراره إذن تركيا سوريا والأردن مواضيع رئيسية سنناقشها اليوم من عين الصحافة ولكن قبل ذلك اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والصحفي الأردني الأستاذ نهض حتر أهلا بك أستاذ نهض يعني الاتلاف السوري المعارض أعلن عن غلق الأبواب أمام أي مبادرة سياسية إذن نحن نغلق الأبواب بوجه مؤتمر جونيف 2 الاتلاف السوري المعارض أصبح من الماضي المعارضة السورية كلها أصبحت من الماضي كيف؟ النظام السوري ذاهب إلى الحسم العسكري والسياسي وهو يتحرك في إطار تفاهم دولي على نقطة أساسية التي هي مكافحة الإرهاب والقضاء عليه في سوريا هو منع تبلور أفغانستان جديدة في المنطقة ولكن النظام السوري أيضا يعلن عن موافقته المشاركة في مؤتمر جنيه طبعا النظام السوري منفتح على تسوية داخلية لكن التسوية الداخلية وهي التسوية الداخلية واجبة لكن مع من ستكون التسوية الداخلية هناك قوة وطنية أساسية داخل سوريا مؤتمر جنيف هل تعتبر مؤتمر جنيف هل يعتبر تسوية داخلية في سوريا؟ مؤتمر جنيف هو غطاء سياسي دبلوماسي الهدف منه حماية سوريا من أدوان خارجي أو من التصعيد الدولي الحركة الدبلوماسية الروسية في رأيي أنها متعاضدة مع الحركة الحسم الداخلي وليست متناقضة معها فسوريا لا تقبل بتسوية خارجية سوريا لا تقبل بتسوية دولية لأوضاعها الداخلية لكن في الوقت نفسه سوريا تدخل في كل اللقاشات والحوارات في سياسة الصبر الاستراتيجي للسوريين ومحاولة كسب الأصدقاء وكسب الصدقية على المستوى الإقليمي والدولي لكن في جوهر الأمر الحسم يتم على الأرض المعركة نعم سيدنا هذا اسمح لي فقط أن ننتقل لاستعراض عنوين الصحف سنتحدث أكثر عن سوريا ولكن من خلال الحلقة مشاهدينا عنوين الصحف مع رولا بحسون نتابع شكرا لك وفاء مشاهدينا السلام عليكم جولتنا على عنوين بعض الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم نستهلها بداية مع صحيفة الأخبار المصرية التي عنوانت وجدي عناصر حزب الله وحماس اقتحموا سجون مصر مبارك يعود للسجن رغم رفض دعاوى الحق المدني صحيفة القباس الكويتية عنوانت دعم العمالة قنبلة موقوطة رئيس بلدية اسطنبول لن نقيم مركزا تجاريا أما صحيفة الثورة اليمنية فعنوانت الرئيس قاطعنا خطوات كبرى في اتجاه اليمن الجديد ونعتز بأننا حولنا لغة الخصومة إلى لغة حوار هذه استطعنا الخروج من أسوأ أزمة في تاريخ اليمن المعاصر قضية التجسس المعلوماتية تثير احتجاجات عاصفة في بريطانيا وجدلا واسعا في أمريكا أما صحيفة البلاد الجزائرية فجاء فيها هل من حظوظ للإسلاميين في الرئاسيات القادمة رئاسيات عام 2014 نهاية غير مبرمجة لحزب محل أما صحيفة الوطن السورية الحلق انتصارات الجيش مستمر حتى اجتباث آخر إرهابية روسيا تقدم البديل والأمم المتحدة تدرس موسكو تحذر من تهديد المتطرفين للأقليات وبلاي تتهم النصر بالعنف الديني أما صحيفة النهار اللبنانية فعنونت ثلاثة أيام حاسمة لقرار المجلس الدستوري هدنة صليب الأحمر بين الاقصير والبقاع الاتلاف السوري يرد على سقوط الاقصير بإغلاق الباب أمام المبادرات السياسية أردوغان يرفض دعوة المعارضة إلى انتخابات مبكرة الاحتجاجات مستمرة وبلدية إسطنبول تتراجع بهذا العنوان نصل إلى ختام الجولة إليك وفاء شكرا لك رولا على هذا الرصد سوريا وتركيا حدثان استحوذة على عنوين الصحف اليوم لكن دعني أتوقف مع تركيا بماذا تصف ما يحدث في تركيا أولا هما حدثان متعضدان متجادلان نعم يعني لا يمكن أن نتصل بينهما أنا أسميتهما في مقالة لي بأنهما ضربتان في الرأس في نفس الرأس نعم سقوط القصير والمظاهرات في تقسيم هي ضربة للحلف المعادلة السورية ما أصف ما يحدث في تركيا بأنه سقوط الأردوغانية الأردوغانية هي أكثر من أردوغان الشخص الأردوغانية هي نموذج نموذج تركي نموذج تركي للإسلام السياسي جرى تقديمه باعتباره يتصف بالاعتدال وأنه يتعايش مع العلمانية والديمقراطية وأنه نموذج للنمو السريع والازدهار الاقتصادي لكن ماذا تتوقع أن يحدث في تركيا؟ هل يستقوط الأردوغانية؟ هذا كله سقط هذه الأردوغانية بهذا المفهوم سقطت سقطت مع أول مظاهرات نشبت في تقسيم لماذا؟ لأن الآن تركيا ذاهبة إلى النموذج المصري كنا نتحدث عن أن المصريين سيقتدون بالنموذج التركي الآن تركيا تقتدي بالنموذج المصري بمعنى أن المجتمع التركي انقسم إلى تيار ديني حاكم وتيار مدني هذا الانشقاق بعيد المدى لن يتوقف في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وليس له علاقة بالتطورات السياسية اللاهنة أو اليومية المجتمع التركي استطاع الإخوان المسلمون في تركيا أن يشقوا المجتمع التركي إلى تيار ديني حاكم وتيار مدني معارض هذا يؤدي إلى شلل الدور الإقليمي لتركيا ولكن أدوغان يقول بأنه يمثل 50% من الشعب التركي وبالتالي هو يصل إلى سدة الحكم عبر أصوات الأتراك وهي عملية ديمقراطية عندما يصل تصل جماعة أو تيار إلى سدة الحكم عبر صناديق الاقتراع هذه المشكلة الأساسية لدى الإخوان المسلمين أنهم يأخذون الشرعية الانتخابية وباعتبارها شرعية مطلقة الشرعية الانتخابية بطبيعتها هي شرعية مؤقتة وشرعية ناقصة وشرعية لا تمس الأساسيات في المجتمع يعني هو تفويض من المجتمع بإدارة السياسة اليومية والاقتصادية لمدة أربع سنوات أو ست سنوات وليس تفويض المجتمع لتغييره وتغيير ثقافته وفرض الأخوان عليه أو أسلمته إلى آخره وبالتالي صحيح أردوغان يمثل 50% من المجتمع التركي ما كان حادثا قبل أسبوعين أنه كان يهيمن على 50% الآخرين الآن هؤلاء 50% الآخرون تمردوا على هذه الهيمنة فانشق المجتمع التركي نشق المجتمع التركي لأن الأردوغانية تريد أرادة فرض تدخل في سوريا أرادت أسلمة المجتمع التركي أرادت تغيير ثوابت تركيا وبالتالي نشق المجتمع لأن الأمر لم يعد هو إدارة للسياسة اليومية نعم أستاذ أسمح لي أن أقرأ لك هذا التوصيف يقول الكاتب حسن شامي في صحيفة الحياة هل يمكن المقارنة بين تمرد باذخ في جماليته البيئوية وبين بلدان تتخبط في مشكلات كالبطالة والاستبداد وضعف الشرعية السياسية تعظم الفقر ولا تكافؤ مصادرات الفضاءات العامة ومساحات التعبير من قبل نخب أمنية واقتصادية متسلطة هو يعتبر ما يحدث في تركيا نوع من الترف السياسي ما هو هذا استمرار للكذبة التي اسمها تركيا تركيا يقوم ازدهارها الزائف على بيع القطاع العام التركي إلى الأجانب ولكن كيف هو ازدهار ثابت؟ ألم يرتفع مستوى الدخل للفرد التركي؟ ألم يجري هناك تحسين للاقتصاد التركي؟ ألم تتراجع نسب البطالة؟ هو زائف أولا لأنه لا يعبر عن حالة نهوض اقتصادي محلي وإنما يعبر عن تدفق استثمارات أجنبية ويعبر عن بيع الأصول التركية يعني حكومة أردقال بعت ما يزيد عن 70% من أصول التركية للأجانب القطاع العام كله جرت تصفيته الاستثمارات الأجنبية تتدفق خلال الفترة الماضية وهذا كله يصنع حالة من الازدهار الذي هو بطبيعته مؤقت ومكشوف نحو الخارج يعني حالة ما حدثت أول مظاهرة في تقسيم واستمرت اليوم التالي هبطت البورصة فورا لأن العوامل التي أدت إلى هذا الازدهار المؤقت وليست عوامل داخلية الاقتصاد التركي مكشوف كليا نحو الخارج وهو مرشح للسقوط بين نيلة وضحاها جراء جمود في الاستثمارات الخارجية جراء انسحاب الاستثمارات الخارجية جراء وقوع أزمة مالية عالمية لسنا أمام حالة بنائية وطنية وإنما حائلة نيوليبرالية اثيادية وهذا عادة في السنوات الأولى من بيع القطاع العام والاستثمارات الأجنبية تحدث مثل هذه القفز في الحياة الاقتصادية اليومية لكنها غير منشحة للبقاء النقطة الثانية أن تركيا تورطت كليا في سوريا بحيث وصلت إلى مواقع نتحدث عنها مواقع مكشوفة أيضا ولكن إذا ما سلمنا بسقوط الأردوغانية بحسب توصيفك ما البديل؟ هل تتوقع أن البديل يكون مختلفا في تركيا؟ ما أتوقعه هو شلل الدولة الأقديمة التركية يعني في النهاية عندما ينقسم المجتمع عندما يقول الأردوغان أنني نمثل 50% من المجتمع التركي وأنني مستعد لإخراج مظاهرات مضادة لمظاهرات المعارضة هذا معناه أن فكرة الدولة السلطانية المنسجمة مع ذاتها القادرة على التدخل الإقليمي القادرة على لعب دور في المنطقة الذاهبة إلى ضم سوريا تحت نفوذها والمنطقة بالتالي هذه الفكرة سقطت هذه الأردوغانية التي سقطت أن تركيا الآن سوف تنشغل بنفسها وإنشقاقها الداخلي وأنا في رأيي أن هذا سيطول ولن يكون قصيرا نعم سيد قبل أن تقل إلى فقرة إقرأ الحدث أوجلان عبر عن موقف ربما متضامن مع المحتجين في ميدان تقسيم لماذا على الرغم من أن أردوغان ربما الآن يدعم مبادرة لحل الملف الكردي صحيح هذا مثال على أن واضح على مدى الضعف الذي ألم بأردوغان بعد أحداث تقسيم أوجلان لم يعد معنيا بالاتفاق مع أردوغان لأن أردوغان بتقسيم انتهى انتهى كقيادة سياسية لتركيا موحدة الأكراد لا يستطيعون أن يجدوا حلا مع فريق تركي ضد فريق آخر الأكراد لهم مصلحة في أن يجدوا حلا مع إجماع كردي الإجماع الكردي انتهى وبالتالي الاتفاقية الكردية التركية انتهت وبالتالي أوجلان ذهب إلى هل هناك لعب على المتناقضات من قبل الأكراد في تركيا؟ يعني هو أوجلان عقد صفقة مع أردوغان الذي كان يمثل كل تركيا فجأة أصبح أردوغان بلسانه يقول أنه يمثل نصف الأتراك وبالتالي هذه الاتفاقية لم تعد تاني الأكراد وإذا ما استمرت الأحداث أكثر فأكثر أنا أتوقع أن مقاتلي حزب العمان كردستاني سوف يعودون مرة أخرى إلى تركيا وسوف تنشب معارك طاحنة بين الأكراد والجيش تركي نعم اسمح لي أن ننتقل إلى فقرة إقراء الحدث وصلنا مشاهدين إلى فقرة إقراء الحدث صحيفة القدس كتبت حماس ساعدت الأخوان على تهريب مرسي أما النهار اللبنانية فكتبت هدنة الصليب الأحمر بين القصير والبقع نتابع القدس الفلسطينية حماس ساعدت الأخوان على تهريب مرسي قالت مصادر قضائية للصحيفة أن وزير الداخلية المصري الأسبق محمود وجدي شهد اليوم أمام محكمة في القاهرة بأن حركة حماس وجماعة الأخوان المسلمين تعاونتا لاقتحام سجون خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسد مبارك عام 2011 أحد المصادر قال للصحيفة أن وجدي أبلغ محكمة الجناح الإسماعيلية بأن المخابرات العامة المصرية رصدت معلومات تفيد التواصل بين الإخوان وحركة حماس بشأن المشاركة في جمعة الغطب واقتحام السجون ومن بين من أطلق صراحهم بعد اقتحام السجون آنذاك أربعة وثلاثون عضوا قياديا في جماعة الإخوان المسلمين بينهم محمد مرسي الذي انتخب رئيسا لمصر في حزيران يونيو العام الماضي كما أطلق صراح عدد من أعضاء حماس النهار اللبناني هدنة الصليب الأحمر بين القسير والبقاع قالت الصحيفة أن عدد الجرح السوريين الذين نقلوا في اليومين الأخيرين إلى عرسال بلغ 52 جريحا ويتوقع أن تستمر عمليات النقل لتشمل نحو 300 جريح من المقاتلين السوريين المعارضين وبعض المدنيين في غضون ذلك أكد السفير السعودي لدى لبنان علي عواض العسير للصحيفة أن السفار حتات المواطنين السعوديين الموجودين في لبنان على التقيد بمضمون ما صدر عن مجلس التعاون الخليجي بعد طلبه مغادرتهم لبنان حرصا على سلامتهم العسير أضاف أنه إذا وجدت حكومة في لبنان وأكدت تحملها المسئولية عن سلامة الأمن والاستقرار فأن المواطنين هم خير من يقارر الموقف الواجب اتخاذه سادنا هذه من العنوين أيضا البارزة لهذا اليوم هو الملف السوري وطبعا الأزمة السورية أنت ترى كيف هي تأخذ مساحة من الصحافة كل يوم كيف تقرأ عملية سقوط مدينة القصير بيد الجيش السوري أصبح واضحا أن سقوط القصير هو محطة أساسية في مجموعة الحرب السورية وأن مع بعض القصير ليس كما قبلها الآن أهم حدث في القصير ليس سقوطها بالمعنى العسكري ولكن سقوط المعارضة بالمعنى النفسي يعني بينما كان يتم الحديث عن مقاومة عنيفة سيشهدها الجيش السوري وتم الحديث عن ستالي ميقراد في القصير وجدنا أن المقاتلين التابعين المعارضة قد انهاروا نفسيا ونجستيا ولكن برأيك ما هي العوامل التي أدت إلى سيطرة الجيش السوري على منطقة القصير؟ أنا برأيي الانكلاب الحادث في موقف الجيش السوري في الميداني بمعنى بدء عملية السيطرة على سوريا كلها ناجم عن ثلاثة عناصر العنصر الأول أن المعارضة المسلحة فقدت حواضنها الاجتماعية وذلك جراء أعمال الوصوصية والنهب والتنكيل بالمواطنين وفرض نمط حياة رجعي عليهم إلى آخره والاختصاب والقتل على الهوية وأكل الأعضاء البشرية إلى آخره هذا كله أظهر أن هذه المجموعات هي مجموعات من الغزال المتوحشين المعادين للبشر والحجر في سوريا وبالتالي انشق المجتمع السوري عنهم ولم يعد لهم حواضن حلو الشمال الأطلسي نفسه يقر بأن كل المعارضات السورية المدنية والأسكرية لم تعد تحصل على أكثر من تأييد 10% من السوريين بينما النظام يحصل على 70% من تأييد سوريين المهمة رقم واحد التي تلتزم بها جميع الأطلاف تعني بأن هناك قبول أمريكي بعملية حسم عسكري في سوريا نعم أعتقد أن الولايات المتحدة توصلت مع روسيا إلى أن الأولوية في سوريا الآن هي لتوجيه ضربة إلى جبهة النصرة والإرهاب وبالتالي حركة الجيش السوري تحظى ودخول حزب الله إلى لبنان يحظى بغطاء دولي وهذا ما لا يفهمه العديد من أصحاب الرؤوس الحامية خصوصا في لبنان نعم هل يمكن الرب ذلك بما جاء بالأمس في صحيفة الأخبار بأن اجتماع سري أمريكي سوري عقد في برشلونة وتم الاتفاق فيه أو التوافق على أن الإرهاب وجبهة النصرة ومقاتلي تنظيم القاعدة هم أعداء مشتركين بالنسبة للطرفين هذا تفصيل برأيي تفصيل ويشير إلى حراك دبلوماسي في إطار سياق لكن السياق الاعتقالي ولا يعطي دلالة بوجود مفاوضات ما رقمها لا ليست مفاوضات الذين يفاوضون هم الروس الروس هم الذين يفاوضون والمفاوضات تشمل الإقليم كله وهناك توافق ضمني لكن له دلالاته في الميدان هو منح الجيش السوري غطاء دوليا لكي يحسم عسكريا في سوريا ولذلك نحن الآن في مرحلة الحسم العسكري والذي حدث وأهم حدث في القصير أن المقاتلين التابعين للجماعات المسلحة انهاروا نفسيا وبالتالي سنجد هذه الانهيارات في كل مكان يصله الجيش العربي السوري منذ الآن نعم لكن مقاتلون معارضة يقولون بأن انسحابهم من مدينة القصير هو لحماية المدنيين ويستندون في ذلك لأن كان هناك عمليات قصف مستمرة على المدينة وبالتالي هم اضطروا للانسحاب حفاظا على حياة المدنيين الموجودين في مدينة القصير هذا كان صحيح أولا لأن عدد المدنيين في القصير قليل جدا ثانيا لأن الجيش السوري أعطى عدة انذارات وطلب فيها مغادرة للمدنيين لكن المسلحين هم الذين أبقوا على المدنيين كدروع بشرية ثانثا الأمر كله يتم في سياق آخر يتم في سياق الانهيار النفسي لمقاتلي الجماعات المسلحة في سوريا باعتقادي أنهم في حالة انهيار وتراجع وتفكك غير قادرين على المواجهة العسكرية لم يعودوا قادرين على المواجهة العسكرية وسنشاهد ذلك في المواجهات القادمة للجيش السوري محهم سنشاهدهم يفرون باستمرار في كل مواجهة قادمة السؤال المضروح ولكن إذا ما افترضنا بأن من يقاتل هم مجموعات تنتمي إلى تنظيم القاعدة هل تعتقد بأن تنظيمات القاعدة والأفراد الذين يتمون لجماعات تنظيم القاعدة قد تفر من المعركة إذا كانت هي تؤمن بعقيدة ما هي ذهبت للقتال وربما تموت في عملية القتال فعالية العناصر القاعدية أو العناصر السلفية الجهادية فعاليتها ليست نابعة من عقائديتها أو من استعدادها للموت العقلي فعاليتها نابعة من وجود حلفاء سوريين في الميدان مقاتلين سوريين ومن وجود حواضة اجتماعية باعتقادي أن الحواضة الاجتماعية انتهت لأن المجتمع السوري لم يعد يقبل بهؤلاء المسلحين وبأن السوريين من بين جماعات القاعدة أو جماعات المسلحة لم يعودوا معلمين بالحالد تعني بأن القاعدة لا تنطلق في قتالها من عقيدة؟ لا القاعدة هي مجموعات من المتعصبين المجرمين الذين يجري توظيفهم بالأموال هناك استخدام من العصبية الدينية أو العصبية المذهبية واستقلال لها لكن في حقيقة الأمر كل هذه الظاهرة الموجودة في سوريا هي ظاهرة ممولة مدارة من قبل الاستخبارات الغربية والخليجية ولو كانت هي مجرد مجموعات مؤمنة لكانت ظاهرة جانبية نعم ولكن هناك معلومات تقول بأن في القصير من انسحب هم الجيش الحر ولكن بقي للقتال حتى آخر لحظة ومن قتل هم ينتمون إلى تنظيم القاعدة وبالتالي يمكن أن يتحركوا وينتشروا في سوريا هذا يعني شيئا واحدا أن القاعدة في سوريا مسيطرة ليست مسيطرة بالأعداد ليست سيطرتها رقمية أو كمية هي سيطرتها ذات طابع فكري وسياسي ومالي الآن هذه السيطرة هي التي تتفكك بمعنى أن العناصر السورية بين المقاتلين لم تعد معنية بالقتال وهي ذاهبة إلى تفاهمات مع النظام المجتمع السوري لم يعد يقدم حواضن لهؤلاء ما يبقى لدينا مجرد عناصر هنا أو هناك ذاهبة نحو الموت من أجل ملاقات الحريات وهذا أمر محصور بمجموعة من المهوسين الحقيقة وليس له دلالة سياسية عامة يصبح له دلالة سياسية عامة عندما يكون مسيطرا على وعي جماعات سوريا محلية وعلى وعي المجتمع السوري المحلي نعم سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع لكن نسمح لي أن نتقل إلى فاصل سريع ونعود لمناقشة الموضوع أكثر مشاهدين فاصل سريع ونعود إليكم مجددا أهلا بكم من جديد أستاذ نهات تقول بأن المعارضين السوريين يتجهون الآن لتفاهمات مع النظام السوري ولكن في نفس الوقت لإتلاف السوري المعارض يرفض أي تسوية سياسية وأيضا رئيس أركان الجيش الحري يقول لن ندخل إلى أي مفاوضات قبل تسليح الجيش الحري يعني هو مصاب بخيبة الأمل بسبب أن الهزائم تتوالع على المعارضة المسلحة بكل أطيافها دون أن يكون هناك تدخل من الولايات المتحدة والغرب هناك خيبة أمل شديدة لدى هذه الأوساط وبالتالي هذا الموقف مفهوم من قبلهم لكن أملهم الوحيد في البقاء في عالم السياسي أن يذهبوا إلى جينيف وعندما يستنكفون عن جينيف يكون قد قرروا الانتحار السياسي نعم صحيفة النهار اليوم نقلت تقريرا يحمل قراءة إسرائيلية لمعركة القصير الإسرائيليون يقولون يجب عدم المبالغة في تأويل نتائج انتصار القصير خصوصا أن هذا الإنجاز العسكري جاء بعد سلسلة إخفاقات للنظام أدت إلى خسارة الأسد سيطرته على نحو نصف مساحة الدولة السورية ما تعليقك؟ الإسرائيليين لديهم تعليقات من الطلبة كانوا إلى الأمس القريب يقولون أن هذا انتصار استراتيجي وكبير الآن يخففون من هذا الاستنتاج في الحقيقة أن القصير هي محطة سوف تؤدي إلى سقوط المعارضة المسلحة بشكل متواتر وسريع في كل أنحاء الجمهورية وأعتقد أن هذا لا يسر الإسرائيليين بشكل من الأشكال تقول بأن الجيش السوري تجهي لعملية الحسم العسكري ولكن ما تعليقك على التصريح الروسي الذي يقول أن الإنجاز الذي حققه الجيش السوري لا يعني أن الحل العسكري هو الحل للأزمة السورية هل تعتبر ذلك أن ذا روسي؟ الحل في سوريا في النهاية حل سياسي لكن المهمة المطروحة الآن أمام كل السوريين أمام النظام ومعارضة الوطنية أمام الدولة السورية وأمام المجتمع السوري هو التخلص من الظاهرة الإرهابية بعد التخلص من الظاهرة الإرهابية لابد من الوصول إلى تسوية سياسية تحدد شكل النظام السياسي المقبل في سوريا نعم شكل الاتلافات السياسية الداخلية مهمة إعادة الإعمار هل ستتم إعادة الإعمار ضمن منظور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أم ستتم في ظل منظور هذا الأزمة ليس عسكريا بالدرجة الأولى المهمة الأولى المطروحة في سوريا المهمة الوطنية الأولى هي تحرير الأراضي السورية للإرهابيين نعم هذا يؤسس لإمكانية وضرورة تسوية سياسية واجتماعية واقتصادية إعادة الإعمار في سوريا هل ستتم في إطار منظور البنك الدولي أم في إطار وطني اجتماعي تنموي نعم وهكذا لدينا الكثير من الأسئلة في سوريا لكن الآن السؤال المطروح هو كيفية التخلص من الإرهاب نعم هناك نقطة مهمة يجب أن لا نهملها في سياق الحديث عن سوريا صحيفة الوطن السورية نقلت تصريحات عن مستشارات الرئاسة في سوريا بثينة شعبان نقلا عن قناة الميادين في لقاء مع الأستاذ غسام بن جدو في برنامج في الميادين قالت شعبان أو اعتبرت شعبان أن السعودية ليست كقطر لماذا لم تضع بثينة شعبان السعودية وقطر والخليج كلهم في سلة واحدة فيما يتعلق بالأزنة السورية على رغم من أن السعودية تدعم جماعات المسلحة المعارضة لكن السعودية فيها انقسامات داخلية فيها انقسامات داخلية حول المنقف من سوريا وحول تطور الأوضاع في العالم العربي وبالتالي السوريين أعتقد أن لديهم نظرة حساسة حول الأصدقاء والحلفاء والأعداء في آل واحد وبالتالي هم يضغطون باتجاه تمظهر أو ظهور التيار الأكثر واقعية واعتدالا في السعودية لكن أعتقد أن في هذه النظرة بعض من الأوهام حول السعودية السعودية لا تستطيع أن تحتمل انتصار النظام السوري لأنه الآن أصبح انتصارا للنظام السوري وحزب الله وإيران وروسيا وبالتالي قبول السعودية بهذا الانتصال يعني قبولها بقيام المحور الدولي الإقليمي اللي هو روسيا زائد محور المقاومة والممانعة وبالتالي أعتقد أن أرجو أن لا يكون لدي القيادة السورية أوهام حول إمكانية تغير عميق وجدي في الموقف السعودي لكن هناك حالة من الجمود الآن في الموقف السعودي تساعد السوريين على الحسب نعم اسمح لي فقط أن ننتقل لاستعراض عنوين الصحف الأردنية لهذا اليوم مشاهدين نتابع هذا الرصد أهلا بكم الصحف الصادرة لهذا اليوم طلعتنا بالعديد من العنوين المحلية والإقليمية أبرز ما جاء في صحيفة الخد الأردنيون يحتفلون بالعيد الرابع عشر لجلوس الملك عبدالله الثاني على عرش المملكة تهديدات السفير السوري في عمان على طاولة مجلس النوار بعد تلويح وزير الخارجية ناصر جودة باعتبار السفير شخصا غير مرحب به على خلفية تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي البنتاجون يزود الأردن ببطارية باتريت واحدة ومقاتلات F-16 كجزء من تدريبات الأسد المتأهب التي ستستمر أحد عشر يوما بمشاركة 19 دولة 17 مليون دينار إنفاق الأردنيين على التبغ خلال الربع الأول من هذا العام 179 لاجئا يدخلون إلى الأردن تم نقلهم جميعا إلى مخيم الزعتري أما في صحيفة الرأي البورصة الأردنية الأقل ارتفاعا بين 9 أسواق مالية عربية في 5 أشهر 48% من الأردنيين معرضون للانزباق للطبقة الفقيرة الحكومة ستعمل على جلب وليد الكردي صهر الملك المتهم بقضايا فساد إلى الأردن بعد إصدار الحكم القضائي واكتسابه الدرجة القطعية ضبط 5000 عامل وافد مخالف وتسفير 250 خلال أيام التعاون الإسلامي تطرح مشاريع لتطوير القدس بقيمة 500 مليون دولار وفي صحيفة الدستور بصمة القزحية لحصر أعداد اللاجئين السوريين في الأردن ومنظمة التحرير تؤكب حيادية الموقف الفلسطيني من الصراع السوري المعارضة تتهم دمشق باستخدام القنابل العنقودية والنابال من محرمة دوليا والقصير كاملة في قبضة النظام وحزب الله يعلن عن بدء جبهة جديدة اعتقال 13 شخصا بشبهة قتل أفراد من حرس الحدود وأربعة قتلة في انفجار مفخخة في بغداد صحيفة العرب اليوم طلعتنا بالعنوين التالية قطعان المستوطنين تهاجم رعاة الإغنام قرب يطة وقوات الاحتلال تهدم قرية كنعان للمرة الثالثة النظام السوري يستكمل سيطرته على معاقل المعارضة في التصير وبلدية اسطنبول مستعدة لتعديل المشروع الذي أشعل شرارة المظاهرات واخيرا في السبيل أزمة دبلوماسية بين دمشق وعمان والنواب يناقش طرد السفير السوري اليوم الأسرى الأردنيون يواصلون إضرابهم إلى يوم الثامن والثلاثين وتوقعات بأن يشهد شهر أيلول إضرابا عاما لجميع الأسرى جهود دولية لإجراء جرح القصير والحر يقصد قصر الشعب ويدمر دبابة في دمشق ورئيس هيئة انقاذ الثورة السورية عسامة الملوحي سنصبت نظام الأسد وعوانه والأسد أقنع الغرب بأنه الضمانة الحقيقية لأمن إسرائيل هذه كانت أبرز العنوين التي طلعتنا بها الصحب الأردنية الصالة لهذا اليوم شكرا لكم شكرا لمعتز القيسية على هذا الرصد ما هي العنوين التي لفتتك في الأردن لهذا اليوم؟ العنوان الرئيسي الذي أريد أن أتحدث عنه هو المتعلق بالأزمة الدبلوماسية مع السفير السوري تقضي الصحفية مفبركة إلى أحد كبير كيف؟ في الحقيقة هناك انقسام حاد في الأردن حول المنقف من سوريا وزير الخارجية له ارتباطات خليجية وهو لا يعبر على المنقف الأردني تعبيرا كاملا ولديه توتر خاص حيال هذا حيال سوريا السفير السوري في الأردن يحظى بأصدقاء كثر في المجتمع الأردني ونحن البلد الوحيد الذي لا نعتبر سفارته مجرد هيئة دبلوماسية هو سوريا لا أستطيع الأفهم أن يكون أساسا هناك سفارة أردنية في سوريا أو سفارة سورية في الأردن الأزمة مفتعلة مجلس النواب فيه حوالي 70 إلى 80 نائب يعني حوالي النصف يؤيدون المنقف السوري ويرفضون التيارات التكفيرية القصة كلها فتعلت كرد فعل عصبي أو عصابي على انتصارات الجيش السوري في القصير ولكن هلأ كانت تشرح لنا السياسة الأردنية إذا الأزمة السورية؟ السياسة الأردنية إذا الأزمة السورية سياسة متعددة يعني الأردن كما هو الحال في لبنان ينقسم إلى 8 أذار و14 أذار هناك قوى أساسية تؤيد النظام السوري وبالتالي تؤيد كل القوى التي تدعب تتحدث داخل مؤسسة الحكم يوجد انقسام بشأن الأزمة السورية نعم طبعا نستطيع أن نؤكد بأن البيروقراطية التيار قوي وأساسي في البيروقراطية الحكومية والعسكرية والأمنية خصوصا أن المؤسسة الأمنية ترى أن القضية الرئيسية التي يواجهها الأردن هو مكافحة الإرهاب وليس إسقاط النظام السوري أو العداء مع النظام السوري لدينا أيضا العشائر الأردنية الحركة الوطنية الأردنية اليسار الحركات القومية كل هؤلاء على درجات متفاوتة يشكلون ولكن هل هذا يفسر الموقف غير الواضح من قبل الأردن إزالة السورية؟ لا يستطيع النظام أن يتخذ الموقف لم يستطع النظام بسبب هذا الصراع ولا يستطيع الآن ولا يستطيع أن يتخذ الموقفا واضحا ونهائيا من الحرب السورية في داخل الأردن هناك قوى مثل الإخوان المسلمين وحلفائهم وأيضا تيار مرتبط بالأمريكان داخل أجسس الحكم وعلى رأسهم وزير الخارجي ناصر جودة يدفعون باتجاه الصدام مع سوريا وهناك قوى داخل الحكم بما فيها المؤسسة الأمنية وأيضا قوى أساسية في الحركة الوطنية يدفعون باتجاه إيجاد صلاة وعلاقات قوية مع سوريا والعراق وأن يكون الأردن في حالة حياد إيجابي على الأقل في ظل الصراع بين هذين التيارين من الصعوبة بمكان على النظام السياسي أن يتخذ سياسة واحدة ولذلك يقيم السلاة مع جميع الأطراف ولكن هل يتعرض الأردن لابتزاز من قبل الأطراف أو القوى التي تساعد الأردن اقتصاديا لاتخاذ موقف هنا أو هناك في الأسفة السورية وفي الموضيتين تعرض الأردن لابتزاز سعودي واضح لابتزاز إماراتي واضح وأيضا تعرض لسلسلة من محاولات القطرية للتدخل الأمني والسياسي في داخل البلاد تلتعني بأن قطر كانت تقفرات تظاهرات لا تقفرات تظاهرات تتم بشكل طبيعي لكن قطر عملت وما تزال تعمل على تكوين نوة وحركات ومجموعات ممولة ومدفوعة باتجاه التوتير أكثر من مرة لاحظنا أن الذين كانوا يريدون أن يذهبوا بالصدام السياسي إلى مرحلة الدم كانوا على صلة بالدوحة الدوحة تريد إشعال الحرب الأهلية في كل العالم العربي من حسن الحظ أننا في الأردن ما زلنا نحافظ على الصراع بين جميع الأطراف على أساس في إطار سلمي ولكن الأزمة السياسية في الأردن هل ما زالت موجودة بالحجم الذي بدأت فيه أو تراجعت ولم يعد هناك الأزمة كبيرة قد تهدد استقرار الأردن المشكلة الأساسية لذينها الآن هي كيف تقول الأمور في سوريا استقرار سوريا أساسي من أجل أن ننظر في المرحلة التالية في الأردن سقوط النظام السوري يعني بالضرورة سقوط النظام الأردني سقوط الدولة السورية سن scratches إلى سقوط الدولة الأردنية وإحداث حالة فراغ جيوسياسي تستغله إسرائيل لإقامة الوطن الذين كيف يمكن في حال سقوط النظام السوري كيف سيسقط النظام في الأردن في الوقت الأردن ينسج مجموعة من التحالفات مختلفة تماما عن التحالفات التي ينسجها النظام في سوريا الأمر لا يتعلق في حالة وقوع سوريا بالفوضى الآن هذا أصبح وراءنا ولكن أنا أفسر كيف في حالة سقوط سوريا بالفوضى الشمال الأردني كله سوف يسقط بالفوضى الحدود متداخلة العلاقات الاجتماعية والسياسية متداخلة سوف نشهد فورا انتفاضة للإقوان المسلمين لدينا خمسة ألاف سنة في جهادي في الأردن مستعدين للقتال فورا بمعنى آخر أنه سوف نذهب سريعا إلى فوضى تؤدي عمليا بالتعاضد مع الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد إلى وضع يكون فيه النظام مهددا طبعا ليست المشكلة في النظام في أن النظام يكون مهددا المشكلة في أن الدولة الأردنية ستكون مهددة بحالة فراغ استراتيجي جيوسياسي استراتيجي في المنطقة يؤدي إلى تمكين إسرائيل من إحداث ترانسفير واسع النطاق من فلسطين باتجاه الأردن وإقامة الوطن البديل في الأردن إلغاء هويته ووجوده وكيانه ولذلك معركة الجيش العربي السوري ضد الإرهابيين والغزاء الذين يعيثون في سوريا خرابا وفسادا هي معركة أردنية جيش العربي السوري يدافع على الأردن في القصير حزب الله يدافع على الأردن في القصير ويدافع على استقلال الأردن وهذه القاعدة التي تجعل المزيد من الأردنيين ينضمون أكثر فأكثر إلى الحركة الوطنية المؤيدة بالمقاومة أستاذ نهض اسمح لي بهذا السؤال هل ما زالت جماعة الأخوان المسلمين في الأردن قوية وقادرة على تحريك الساحة السياسية في الأردن جماعة الأخوان المسلمين تراجعت تراجعا ملموسا تراجعت الجماعة أم تراجعت شعبية الجماعة تراجعت كجماعة لأنها تشققت تشققت على أساس أردني فلسطيني وتراجعت شعبيتها بالنظر إلى فشل التجربة المصرية والآن فشل التجربة الأردغانية وبالنظر إلى أنها أيدت الجرائم التي ترتكبها العناصر السلفية الجهادية في سوريا نعم اسمح لي أن أنتقل إلى آخر فقرة من فقرات البرنامج لهذا اليوم وهي فقرة إقرأ إسرائيل صحيفة معاريف كتبت نائب وزير الأمن يناقض مواقف رئيس الحكومة من الدولة الفلسطينية أما صحيفة إسرائيل هايون فكتبت مستعربون إسرائيليون يعملون داخل سوريا نتابع معاريف دانون يناقض مواقف نتنياهو من الدولة الفلسطينية طلب مسؤولون في حزب العمل من رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو إقالة نائب وزير الأمن داني دانون في أعقاب كلامه بأن الحكومة تعارض حل الدولتين وأنها ستفعل كل شيء لكبح محاولة إقامة دولة فلسطينية مصادر في ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أوضحت أن تصريحة دانون لا تمثل رأي بن يمين نتنياهو أو الحكومة مؤكدة أن نتنياهو مهتم باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين من دون الشروط المسبقة وأنه لا يزال ملتزما بموقفه المعلن الداعم لحل الدولتين وكان دانون قد قال لموقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري أن نتنياهو يواصل الدعوة إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين رغم أدراكه بأن إسرائيل لن تتوصل أبدا إلى اتفاق معهم كلام دانون جاء قبل وقت قصير من زيارة وزير الخارجية الأمريكية جون كاري والذي سيصل الأسبوع المقبل إلى إسرائيل بهدف الدفع قدما لاستئناف المفاوضات بموازات ذلك رد رئيس كتلة حزب العمل في الكنيسة إسحق هيردزوغ على كلام دانون وقال إنه يتعين على إسرائيل الحكومة إقالة دانون من منصبه فورا بسبب الضرر الفادح الذي ألحقه كلامه بمساعي كاري لتحريك عشلة مفاوضات السلام إسرائيل هايوم مستعربون إسرائيليون يعملون داخل سوريا تسير المعارك الشديدة في سوريا أصداء لا تقل قوة في الحلبة الدبلوماسية في وقت يوجهون في دمشق أصابع الاتهام باتجاه إسرائيل بأنها تساعد المعارضين المستشارة الكبيرة للرئيس الأسد بثينا شعبان قالت لقناة الميادين اللبنانية أن النظام الصهيوني يحاول تدمير المقاومة ويسلح الإرهابيين في سوريا ودعت شعبان أيضا أن الجرح من المعارضين الذين ينقلون للعلاج في مستشفى زيف بمدينة صفد قد يكونون من المستعربين الذين أرسلتهم إسرائيل لكن إسرائيل نفت أي تدخل في سوريا وأثارت المعركة بين الأسد والمعارضين في معبر القنيتر يوم الخميس الماضي اهتماما شديدا في إسرائيل لكنه تبين الآن أن الجيش الإسرائيلي كان مستعدا للتدخل في القتال خش تنزلق المعركة إلى الجانب الثاني من الحدود لفتن صحفة الإسرائيلية نقلت مقابلة بوثينا شعبان مستشارة الرئيس السوري في الميادين وقالت أن النظام الصهيوني يحاول تدمير المقاومة ويسلح الإرهابيين في سوريا وقالت أيضا أن الجرحى من المعارضين الذين ينقلون للعلاج في مستشفى زيف بمدينة صفد قد يكونون من المستعربين الذين أرسلتهم إسرائيل ما تعليقك على اهتمام الصحفة بمثل هذا الخبر أولا يعني مرة حوالي سنة على الميادين نعم أنا كان يشرفني أنني كنت من أول الذين أطلوا في شاشة الميادين في 11 حزيران عام الماضي في الحقيقة الذي حققت في الميادين خلال هذا العام أشبه بالمعجزة الإعلامية نعم شكرا لك وبالتالي أصبحنا نارى كل يوم في الصحفة الإسرائيلية والصحفة الغربية تردد اسم الميادين فيما يتصل بالأخبار الخاصة فيما يتصل بالمستعربين أنا أعتقد أنه وهناك معلومات تؤكد وجود مستعربين إسرائيليين يعملون مع المعارضة المسلحة السورية لكن ما هو أبعد من ذلك أن المسلحين في سوريا لديك معلومات حول هذا الموضوع لدي معلومات تقول بأن هناك مستعربين وربما تظهروا هالتحقيقات لاحقة أن هناك مستعربين إسرائيليين يعملون مع المسلحين في سوريا لكن الأهم من ذلك أن المسلحين أنفسهم في محاولتهم تحطيم الجيش السوري هم يعملون لصالح إسرائيل موضوعيا بغض النظر عما إذا كانوا مستعربين أم عربا لكن ما يثير الضجر في الحقيقة هو كل هذا النقاش حول المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية فعلا أصبح ذلك يثير الضجر لأن السياسة الإسرائيلية الواقعية الميدانية الفعلية على الأرض هي سياسة قضم يومي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المستوطنات تتوسع بشكل يومي والطرق الالتفافية المرتبطة بأمن المستوطنات ومصالح المستوطنات تقطع الضفة الغربية إلى أجزاء ليغو مقسمة الأغوار منطقة أمنية الجبال منطقة أمنية القدس التي تبثل قسم أساسيا من الضفة الغربية هي خارج التسوية عن أي دولة يتحدثون في الحقيقة أنا أعتقد أن قصة الدولة الفلسطينية أصبحت وراءنا لم يرد الإسرائيليون الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 67 البديل أننا لن نعترف بإسرائيل في حدود 48 المعادلة وصلت إلى هذا الحد وباعتقادي أن أي مفاوضات الآن تحدث في الوقت الضائع سوف علينا أن ننتظر إلى ما بعد الانتصار في سوريا وتوضح المدى الاستراتيجي الجديد في المنطقة ولن يكون بعدها تكرار للحديث السابقة المملة حول مفاوضات سلام مع الإسرائيليين نعم أستاذ نهد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم نشكر تواجدك معنا الكاتب والصحفي أستاذ نهد حتر مشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة ونلقاكم بإذن الله تعالى يوم غدوة إلى اللقاء اشتركوا في القناة